بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحياتي لكم متابعين الأعزاء أتمنى أن تكونوا في ألف صحة وعافية في هذا الفيديو بحول الله سوف نخصص لكم متابعين الأكارم وصفات طبيعية مضمونة وسليمة وناجحة بحول الله وهذا نزولا عند طلباتكم ورغباتكم كالعادة حيث سنتناول اليوم الطريقة الصحيحة لتنظيف الرحم اعتمادا على مكونات سهلة جدا ونتائجها تكون ناجحة مئة في المئة وصفات اليوم هي عبارة عن خلاطات طبيعية قوية جدا يتم تناولها وأيضا محلول صحي مناسب جدا لقضية تنظيف الرحم الرحم الذي يتعرض للعديد من الأمور التي تسبب تجمعا وتكتلا للدم بداخله وذلك إما بسبب التعرض للإجهاض أو الولادة أو الدورة الشهرية ويسبب ذلك إزعاجا كبيرا للسيدات لذلك فوصفات اليوم كافية لتنظيف الرحم بطريقة آمنة وصحية طيب بدون إطالة نباشر في تحضير الوصفة الأولى والتي سنحضر فيها المشروب الذي سنحتاجه كوصفة مرافقة للوصفات الثلاثة التي سنحضرها الآن بحول الله وأنتم اختاروا التي تناسبكم لأن كل الوصفات ناجحة بحول الله نبدأ بوصفة المحلول بداية نحضر كأس من الماء الدافئ ثم نضيف إليه مقدار ملعقة كبيرة أو متوسطة الحجم من مطحون الزنجبي بهذه الطريقة هنا نحضر الماء الدافئ وليس الساخن وإنما الدافئ ونخلط قليلا ونترك هذا المحلول على حاله لمدة ربع ساعة سبب اختيارنا للزنجبيل لوحده في هذه الوصفة لأن الزنجبيل يعد من الأعشاب القابضة للرحم حيث إنه ينشطه وينظفه بطريقة طبيعية دون الإضرار بالوظائف الحيوية للجسم كما يزيد الزنجبيل من نسبة الأكسجين وكمية تدفق الدم إلى الرحم وبالتالي التخلص من السموم المتراكم به هذا هو سبب اختيارنا للزنجبيل وهو لا يخلص الرحم فقط وإنما يخلص الجسم أيضا جميل جدا بالنسبة لطريقة الاستعمال بعد ترك المحلول على حاله في الماء الدافئ وليس الساخن أكرر الماء الدافئ لمدة ربع ساعة لا نقوم بشرب هذا المحلول وإنما نقوم بغمس قطعة من القطن النظيف بهذا الشكل ثم يتم فرق ودلك الجزء السفلي من البطن الجزء السفلي وبالأخص منطقة الرحم لمدة خمس إلى عشر دقائق من الدلك والفرق العملية سهلة جدا على أن تكرر هذه الطريقة لمدة ثلاثة أيام متتابعة لمرة واحدة في اليوم وبعدها نتوقف عن استعمال الوصفة وفي نفس الوقت نكون نستعمل الوصفة الأخرى التي سوف نباشر في تحضيرها الآن بحول الله لأن الوصفتان تتماشيان مع بعضهم البعض لدي ملاحظة مهمة جدا تجدر الإشارة إليها وهي أن وصفة محلول الزنجبيل هذه نستعملها سواء أعجبتكم الوصفة التي سوف نحضرها الآن أو التي تليها أو الثالثة المهم اختاروا وصفة واحدة فقط دون الخلط ما بين الوصفات لكن مع الإبقاء على هذه الوصفة الوصفة الأولى وهي وصفة الزنجبيل طيب ننتقل الآن متابعين الأعزاء إلى الوصفة الموالية وهي وصفة الكمون هذا المكون القوي جدا الذي سيخرج الدم المتكتل العالق في الرحم بسرعة وبطريقة آمنة بإذن الله أولا في البداية نقوم بإحضار كأس من الماء الدافئ الماء القليل نحو السخونة بمعنى يفضل لو يكون الماء ساخنا نسبيا فقط لأننا بصدد إضافة مكونات إلى هذا الماء وهذه المكونات تتطلب إضافة الماء الساخن نوعا ما حتى تتحلل المكونات فيه أما البارد فلا نستعمله مطلقا طيب بعد ذلك نأخذ مقدار ملعقة متوسطة الحجم من الكمون أو مطحون الكمون بهذه الطريقة ثم بعد ذلك نضيف مقدار ملعقة صغيرة من مطحون القرفة بهذا الشكل هنا نضيف إلى الماء الساخن والقرفة والكمون مقدار ملعقة أو ملعقتين من عسل النحل الأصلي أو في حال لم يكن متوفر معكم عسل النحل الأصلي يمكن أن نضيف بديل العسل بمعنى عسل الشفاء أو عسل البركة ثم نباشر في عملية الخلط ما بين المكونات وإن كان يفضل هنا استعمال عسل النحل الأصلي هنا نخلط جيدا لدي ملاحظة مهمة جدا أود أن أتحدث عنها لمن يملكون العسل الأبيض إذا كان لديكم عسل النحل الأبيض فلا تترددوا أبدا في استعماله مع هذه المكونات لأن العسل الأبيض في الأساس يقوم بعملية تنشيط الدورة الدموية ومن ثم هو يساهم بصورة أساسية في تنظيف الرحم نتوجه الآن إلى معرفة طريقة استعمال هذه الوصفة القوية جدا والممتازة يتم تناول الكأس أو شربه في الصباح قبل تناول وجبة الإفطار بنحو نصف ساعة يعني نتناوله على الريق وتكفي هذه الوصفة للاستعمال لمرة واحدة فقط أو الحد الأقصى لهذه الوصفة هو ثلاث مرات فقط يعني ثلاثة أيام ثم نتوقف عن استعمالها لأن هذا المحلول لديه مهمة مطالب بها وهي تنظيف الرحم فقط وبالتالي سيتمكن هذا المحلول القوي من تنظيف الرحم من الاستعمال الأول أو قد يصل إلى الاستعمال الثالث بمعنى كما قلت ثلاثة أيام على أقصى تقدير ولا نزيد فوق الثلاثة أيام نستعمله المرة الأولى وإن اضطررنا نستعمله المرة الثانية أو حتى إلى المرة الثالثة ثم نتوقف لكن لا يجب أن ننسى متابعين الأعزاء وصفة محلول الزنجبيل من خلال فرق ودلك الجزء السفلي من البطن لمدة خمس دقائق بمعنى نستعمل أو بالأحرى نتناول المحلول الذي حضرناه الآن صباحا على الريق وفي الليل نستعمل محلول الزنجبيل كما شرحته سابقا هذه الوصفة قوية جدا وممتازة ستساهم وبنسبة رائعة جدا في تنظيف الرحم بطريقة طبيعية آمنة ومضمونة بإذن الله وتخلصك نهائيا بحول الله من مشاكل تجمع وتكتل الدم بداخل الرحم لذلك أنا أنصح بهذه الوصفة الممتازة ننتقل الآن متابعين الأعزاء إلى الوصفة الموالية وهي وصفة المر أو المر أو مر البطاريخ وكنا في السابق قد أعددنا به وصفات جد قوية وممتازة لاقت إعجاب الجميع حيث خصصنا بهذا المكون العجيب وصفتين إحداهما لتبييض البشرة وإزالة الإسميرار والسواد عنها في فترة قياسية جدا وأيضا حذرنا به وصفة أخرى جد قوية لتطويل الشعر ولمن يريد أن يسأل في قسم التعليقات ما هو هذا المر أو المر أو مر البطاريخ سأترك لكم رابط الوصفات التي حذرناها سابقا في صندوق الوصف أسفل الفيديو شاهدوها وستتعرفون عن هذا المكون طيب في البداية نقوم بطحن المر ونأخذ منها مقدار ملعقة متوسطة الحجم بهذا الشكل ثم بعد ذلك نضيف مقدار ملعقة صغيرة من القرفة أو مطحون القرفة بهذه الطريقة وللخلط ما بين المكونين نضيف مقدار ملعقة صغيرة أو كبيرة من عسل النحل الأصلي ثم نخلط ما بين المكونين بطبيعة الحال سوف تكون عملية الخلط صعبة نوعا ما بسبب أو بفعل العسل هنا نباشر في عملية الخلط حتى نتحصل على خليط متماسك طيب بالنسبة لاستعمال أو طريقة استعمال هذه الوصفة هناك طريقتين لاستعمال هذه الوصفة أنا استعملت إحداهما وسأقدم لكم الطريقة الثانية وأنتم اختاروا التي تناسبكم إما نستعمل طريقة العسل هذه التي حضرتها الآن أو يمكن أن نضيف هذه المكونات إلى كوب من الماء الدافئ مثل ما حضرناها في الوصفة الأولى أو نستعمل هذه الطريقة التي حضرناها الآن بل ويمكن حتى أن نضيف إليها مقدار ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون ونخلط جيدا أنتم اختاروا الطريقة سواء هذه الطريقة طريقة العسل أو طريقة استعمال الماء الدافئ بالنسبة لطريقة تناول هذه الوصفة وهو أن تقوم بتناول مقدار ملعقة كبيرة من هذه الوصفة صباحا قبل تناول وجبة الإفطار بنحو نصف ساعة بمعنى على الريق وهذا طوال أيام الدورة الشهرية وبعد نحو دقيقتين فقط نتناول كوبا من الماء الدافئ أو نشرب كوبا من الماء الدافئ لكن بالنسبة لهذه الوصفة لدي ملاحظة مهمة جدا ممنوع منعا باتا تناول أو شرب المشروبات الباردة خلال أيام الدورة الشهرية ممنوع ذلك كما يمنع منعا كليا تناول الحمضيات هذا أيضا ممنوع هذه الوصفة ممتازة جدا ستخلصك سريعا بحول الله من تكتل وتجمع الدم داخل الرحم وتخلصك من الآلام نهائيا بحول الله أنا أنصح بهذه الوصفة خاصة وأن بها مكون المرة القوي جدا في تنظيف الرحم بطريقة سريعة جدا وآمنة لذلك أنا أسر على هذه الوصفة كذلك لا يجب أن ننسى أن نتناول أو بالأحرى نستعمل وصفة محلول الزنجبيل التي حضرناها بداية هذا الفيديو لذلك وجب الانتباه لأن المحلول بالوصفة يتماشيان معا لتسريع النتيجة أكثر ننتقل الآن متابعين الأعزاء إلى الوصفة الثالثة والأخيرة وهي وصفة التمر التمر هذا المكون العجيب جدا والذي يعتبر من الأغذية القوية التي تنشط الرحم حيث يخلصه من الدم المتبقي فيه وينظفه جيدا ويعود ذلك إلى اجتمال التمر على العديد من العناصر الغذائية القيمة لذلك فهذه الوصفة رائعة جدا أنا أنصحكم بها نباشر الآن في تحضير الوصفة هنا سوف نستعمل طريقتين اثنتين في تحضير الوصفة حتى أسهل عليكم المهم أكثر وأنتم اختاروا الطريقة التي تناسبكم فكلا الطريقتين رائعتين وممتازتين جدا أولا إما نستخدم عوض التمر مكونا آخر ألا وهو ديبس التمر ديبس التمر وكنا قد عرفنا في السابق كيفية تحضيره لمن سيسألني عن كيفية تحضير ديبس التمر سأضع لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف أسفل الفيديو وديبس التمر يعتبر من أهم المواد الغذائية التي يجب على المرأة تناولها خاصة خاصة بعد الولادة ويعود سبب ذلك إلى أنه يقلل من كمية الدم المفقودة بعد الولادة ويقي أيضا من الإصابة بالنزيف وينظف الرحم بفعالية مطلقة وقوية كما أن ديبس التمر يقوي عضلات الرحم بشكل قوي جدا وفعال ويساعده على عودته إلى حجمه الطبيعي لاحتواء هذا الدبس الذي تشاهدونه الآن على مواد قابضة ومنبهة لحركة الرحم بالإضافة إلى ذلك فإن ديبس التمر هذا يزيد من إدرار الحليب عند المرأة ويمدها بالكاليسيوم والحديد وجميع الفيتامينات والمعادن التي فقدتها المرأة خلال مرحلة الولادة لذلك فالدبس هنا رائع وقوي جدا طيب هذه الطريقة الأولى أما الطريقة الثانية وهو أن يتم هرس حبات التمر بعد نزع البذور منها بطبيعة الحال نهرسها هرسا جيدا عوض أن نستعمل هذا الدبس هاتان هما الطريقتان وأنتن نخترن الطريقة التي تناسبكم طيب سواء اخترتم التمر أو دبس التمر نضيف إليه مقدار ملعقة صغيرة من مطحون حبة البركة طيب هنا دائما ما يتكرر السؤال حبة البركة حينما تطحن تكون سوداء وليست خضراء هذه الإجابة خاطئة هذه هي حبة البركة وحينما تطحن تصير بهذا الشكل هناك الكثير من الناس ما يخلطون ما بين حبة البركة والسانوج سأوضع لكم هذا هو السانوج لونه أسود كما تشاهدونه الآن هذا هو السانوج وهذه هي حبة البركة هناك اختلاف شاسع وكبير وجوهري ما بين المكونين السانوج هذا الذي تشاهدونه الآن لم أستعمله في هذه الوصفة وحينما نطحنه سيبقى لونه كما هو الآن أسود أما حبة البركة وهناك اختلاف ما بين الشكلين لو نظرنا وتمع عنا لوجدنا هناك اختلافا واضحا ما بين المكونين حبة البركة هذه حينما نطحنها لن تبقى سوداء مثل ما نشاهدها الآن بل سوف تتحول إلى هذا الشكل أو إلى هذا اللون أخضر فاتح لذلك أنا لم أستعمل هذا السانوج بل استعملت حبة البركة نضيف مقدار ملعقة صغيرة أو متوسطة الحجم بهذا الشكل ثم بعد ذلك نضيف مقدار ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ثم نباشر في عملية الخلط ما بين المكونات الثلاثة خلطا جيدا حتى نتحصل في الأخير على خليط بالنسبة لطريقة الاستعمال وهو أن يتم تناول مقدار ملعقة كبيرة من هذه الوصفة القوية جدا نتناولها صباحا قبل وجبة الإفطار بنحو نصف ساعة إلى خمس وأربعين دقيقة ويجب أن نتناول هذه الوصفة لمدة خمس أيام متتابعة دون زيادة خمسة أيام متتابعة دون زيادة فقط حينما نتأكد من أن هذه الوصفة قد آتت أكلها وجاءت بنتيجة إيجابية وممتازة بل وسريعة الاستجابة لمدة خمس أيام نتوقف عنها لأن مهمة هذه الوصفة هي تنظيف الرحم فقط وبالتالي نتوقف عن تناولها بعد انقضاء الخمسة أيام هذه الوصفة رائعة جدا وممتازة بل وسريعة الاستجابة ونتائجها قوية جدا ستنظف الرحم وتخلصك من تجمع وتكتل الدم المتراكم في الرحم بصفة نهائية وتقضي على مشكل الآلام بصفة كلية بحول الله لذلك أنا أعتبر أن هذه الوصفة هي الأقوى والأروع على الإطلاق وبدون منازع وأنا أسر على استعمالها وأشدد على ذلك لذلك فلا تترددوا أبدا في استعمالها والله هو الشافي أيضا لا تنسوا أن تكون وصفة محلول الزنجبيل مرافقة لهذه الوصفة قد يتساءل البعض هنا هل يمكن أن نشرب ولا نقوم بدلك أو فرق الجزء السفلي من البطن بل نقوم بسرب كأس من محلول الزنجبيل ونختار إحدى هذه الوصفات الثلاثة التي حضرناها الآن الإجابة هي نعم لا بأس بذلك حيث نتناول محلول الزنجبيل طوال أيام الدورة كأس واحد طوال أيام الدورة لأنه ممتاز جدا في التخلص من بقايا الدم الفاسد كما قلت على أن نشرب منه يوميا كأسا واحدا أو كما شرحنا في السابق إذن متابعين الأعزاء أتمنى أن تكون هذه الوصفات الثلاثة قد لاقت الرضا والإعجاب لديكم لا تنسوا أن جميع أو كل وصفاتنا هي حصرية فقط بقناة كنوز المعرفة لا تنسوا الاشتراك في القناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة كما لا تنسوا دعم هذا الفيديو بزر اللايك في حال نال إعجابكم لكم مني خالص التحايا دمتم أوفيا ودمنا أيضا لكم أوفيا والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته